أريد الفلوس لن يخدم و اي مشروع يجب أن تبدأ في اي مشروع خصوحة لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا كل شي بخير نتمنى أن تكونوا بخير الفيديو في اليوم كامل انا صورته لكم من الول حتى الاخر لكن في هذا الفيديو تريد ان تكونوا بخير مع اي وحدة يجب ان تبدأ مشروع اي وحدة يجب ان اي وحدة يجب ان تكون خياطة ولا خياطة لا يوجد شيئا تجريبة يجب ان تفهم جميع الحاجات ويجب ان تسهل عليك بزف ديال الحاجات اعطيك شيئا معلومات اللي يقدر ما يعطيهم لك شيئا واحد اخر لكن انا اعطيكم بزف ديال المعلومات حيث يجيوني بزف ديال تعاليق وكن حسد بصح بي انا بزف ديال ناس يطيحوا في بعض مواقف ما يقدروش يخرجوهم يخرجو منهم اي وحدة يعني كيشريوهم ارخاص كيبغيو الجلال بزف ديال الخياطة يجب ان تكون في هذا الوقت لكن نصيحة اللي يقدر نصحك كخياطة ما تعملش جلال بزف ديال الشتوة في البداية انا اشرح لك حيث اي وحدة خياطة كتعمل جلال بزف ديال الشتوة ماشي مصارجيين اعلاش حيث الجلال بزف ديال الشتوة ما كيتمشوش بزف اعلاش حيث الناس ما كيبغيوش اعتو فيهم التامن يعني كيشريوهم ارخاص كيبغيو الجلال بزف ديال فاتت تكونوا ديال الكريب او لاي دا بغيت تعمل مليفة عملها لكن مليفة ذاك الرقيقة لكن من احسن اعمل الكريب حيث اش دبا موضة ديال الكريب من احسن تخدم في الكريب وبالنسبة للساعة ديال توجيد هذه هي الساعة ديال توجيد يعني ابتداء من هاد شهر والاخر ديال هاد شهر هذا خصك تشري وتجارة يعني خصك تشري التوابات وتوجد وتخدم توكل على الله وختم اي وحدة غيمت ضر ديالها بامكانه انها تبدأ غير مضر دياله بلا محل بلا تشي حاجة انا كنعرف بزف ديال ناس خدامين غير في مواقع التواصل وقدرو يوصل بزف ديال الحاجات اللي موصلهم شي الناس اللي عندهم محلات يعني محل غير كإسم غير كوح موطع باش ما تخليش يروينه في الدار باش ما يكونوش عندك جليل بات في الدار حيث اش هاد الوقت هذا دابا خصوصا ميجت هاد كورونا وهاد شي هذا اللي وقع والازمة اللي وقعت رجع الناس كي يعتمدوا على مواقع التواصل اكتر من المحلات انا اقول لكم اي واحد حاجة شوفتو انا اللي كان هادر معاكم رأى انا كان نبيع ونخدم مواقع التواصل اكتر من المحل باش نجيكم صريحة على ذاك شي انا ما كان عمارش في المحل بزف انا المحل قليل فين كان نمشي علاش شي تشميل كان نمشي وقتي نمشي وانا من النوع اللي ما يعجبني انني نضيع وقتي كي يجبني انني نخدم ننتج كي يجبني النهار ديالي دوزلي في الافادة لقد اشتر من النهار ديالي يمشي ما يجبني شي الحل وارا بزف ديالناس كيتابعوني كي جوا للمحل ما كي يجبروني شي انا كي يجبروا غليبا الناس اللي كي يكونوا خدمين معي وصافي علاش حيط انا كمشي في واحد وقت معين اذا كنخسني نقضي شي حاجة ضرورية خصد تقضى اما نبقى عي قلسة ما وصافي لا حيط الواحد ميك يكونوا اما يعني مره مشاغيل انتو معافي عيش انا ارجعت كنصور لكم حياتي ما بين الضر والخدمة باشت الناس يعرفوا المعاناة اللي كي يعاني الواحد ميك يكون عندو ضر وعيل صغير وخدمة يعني كتشوفو نهار كامل كيدوز عامر باش انا نشبر ونضيع الوقت يعني ذاك الوقت هيخرج فيه يعني ضروري ما غنعمل شي شي حاجة في الدار يعني ضروري ما نخسر شي حاجة في داك المهر ديالي واحد حاجة اللي مهمة اللي بغيت نقول لكم اي وحدة كتوجد دبع حاليا عندها محل ولا ما عنده اشي يعني عنده في مواقع التواصل ولا محل بحل بحل يعني اي وحدة كتوجد من احسن انها توجد وتخبع السلعة دياله يعني ما تعرض شي السلعة دياله الكاملة اللي عندك علاش حيث دابك كل شي كيخدم وكيخده حتيك خرجو حتيك يقربو عفوان العواشر دابع حاليا اذا بغيت بدا بدا برامدان وجد دابع حقا لكن رامدان والحاجة اخرى اللي بغيت نقول لك هو انك ما توجدش الحاجة اللي هي سخونة علاش هي تشمكي ناشي شي وحدة على وجه الارض كتشري جلابة وهي سخونة تمكي خصوم يكونوا بردين علاش باش كتقدر تحضر بيها الكليانة تقدر تمشي بيها الشي سواب تقدر تمشي لأي موطة ما تحشي براسة باللي مضيقة احسن حاجة اللي ممكن تعتمد عليها كاي وحدة مبتدئة مواقع التواصل وما تقول لي شي انا ما قدراشي اناني نعمل انستجرام انستجرام سهل بمجرد انك تعمل انستجرام وتنشر فيه حتى عشرين مرة في النهار تعطينا شنو خاصرة كل نهار انشر فيه عشرين ثلاثين مرة بطبيعة الحال بمجرد انك تبقى تنشر يوميا ما تضرب شيت 15 يوم تبدأ تطلع علاش حيتاش انستجرام تلقائيا ما تبدأ تنشر بزاف كي بدي بارتاجيك مع الناس يعني كي بدي بارتاجي ذك شي ديالك اللي كتنشرو مع الناس سافي بقات عم السوريات غي يطلع لك خدم غي من استجرام تقدر تخدم في الانستجرام مع مدينة ديالك مع المدينة اللي ماشي ديالك مع البره الخالج اي واحد تطح لك على البيت حاجة اخرى وفكرة تانية متينة مبتدئة وجدت جليليبات مثلا 20 40 50 لحسب كل واحد والمادة دياله وعلى كل واحد والامكانية دياله وجدت جليليبات وحكمية بطبيعة الحال مزيونين ومسارجين شي موضيلات مزيونين بطبيعة الحال مخصك شي تنزلون في الول باش كي يكون موضيلة لا تنزل جديد شي حاجة مزيونة عندها قيمة اول حاجة اللي قاتفتش اليه هو الواحدة اللي تعرضون لك حيط باش نجيكم صريحة الجلابة وخاتكون ماشي مزيونة ما عنداش شي قيمة كبيرة إذا لبسات شي وحدة وجهام زيونة بالشعار اولا مثلا بالسبنية يعني إذا لبست شي وحدة جات معها الجلابة الجلابة تعطيها قيمة وكتقدر تتبع لك لكن الجلابة إذا كانت وخام زيونة يقدر تصوير إذية من حقها ما تتبع لك شي انتم عارفين دابا بالنسبة للعريضات ركاينين بزاف كيني مبتدئات يعني كيمشيو لك ببتام الرخيص كيبغيو غيري تشهره تقدر تجيب شي وحدة كتكون يلا مبتدئة وتعرض لك في الدر ديالك في الدر صاحبتك في الماحل في الزنقة على حسب انتينو وفي ما بغيتي ولكن أنا قلت لكم حاولوا أنكم متعرضوش في هاد الوقت هيتش هاد الوقت هذا أغلب يد الناس وأغلب يد الخيط يكونوا مشهورين معروفين كيف مكانوا يكونوا دابا في هاد الوقت هذا كيعملوا الصلب باش كيبدو يخرجو البياسات اللي كيكونوا عندهم اقدامين خصوصا جلال يعني كيبغيو يبدلو باش يجيبو موضيلة جدد بس كون بتعرفوا واحد حاجة ما كينشي شي واحده وصل وما خدمش على راسه باش نجيكم صريحة را ما كينشي شي وحدة اللي غتجبر اي حاجة بسهل را اذا ما ضربتي شي تمارا را ما توصلش باش نجي كنيش خدام على راسك بالنسبة للجوهر المهرس الامجي بي هو اللي مزيون هو اللي كيعطي الشعلة وكل شي والحر هذا هو الوقت اللي تقدروا تشريب كمية اللي غتكفى لكم من دك الجلالة بكامل و هاد شي اللي كيخصر بزف ديال الخياطة و حاجة اخرى اللي بغيت نقول لكم و ادلها ضرارة نقوله تراسي انا بيدي جبرتوني الجوهر كامل اللي عندي اللي بقالي من العواشر وهذا الجوهر كامل جبرتوني غننعزله و غنعمله كل حاجة بلاستيكة دياله و غنشوف شنو بقالي غننعزله و شنو بقي اللي باش نقدر ندخله في البياسات هيك ايدان باش نجبر اناني يكون عندي موضيلات مزيونين و يكون عندي شي حاجة و حاجة اخرى اللي مهمة بزاف هي انك سكتعمل بروغرام ديالك من دابا يعني من دابا سكتفكر شنو غتعمل شحال من جلالة غتعملها شحال من موضيل غتخرج موضيلات كيفاش غتعملهم قد شوف قد شوف بزاف اليوتيوب موضيلات شكيلات الانستغرام شكالات اللي خرجو شنو كاين زواقت و هذو الطريقة هذي العقل ديالك يتغدم هذو الافكار و كترجع تلقائيا تخرج موضيلات مزيونين ما تقولي شي لاحي تشمكي ناشي شي وحدة في الدنيا قد شوف و ما تقدر شي تخرج موضيلات لي وما ووعرين بطبيعة الحال وشي حاجة راقية و اي وحدة بغا تبدأ في اي مشروع نسحة انها تبدأ مضار دياله في الول خصوصا اذا ما كان شي عندك راس المال ولا ماشي لمحل ديالك من احسن بدا في مضار و قف على رجلك شويش و عدك ساعة تقدم حيث انتم معارفين كل مرة شنوك يخرج لهذا القرارات هذول اللي رجعوا دابا حاليا و دك شي يعني من احسن اي وحدة تبدأ تبدأ من ضر دياله و زعم توكل على الله لكن قبل ما تبدأ خصك ضروري تعمل شي موقع من المواقع التواصل يعني ضروري تخدم من استجرام او لا تخدم من اليوتيوب بالنسبة التوابات انا اقول لكم توب ديال الكريب هو لي ماشي دابا و بالنسبة الناس اللي في طنجة و للناس اللي خريج طنجة انا شاركتي معكم الشيخي مولتوابات تقدرو تواصلوا معاه خليتلكم نمرة التليفون دياله خليتلكم انستغرام دياله تواصلوا معاه و ادخلوا عندو و شوفوا طلبوا من عندو التوابات هولي شي حاجي قداري سيفتم لكم عندو الكاليتي مزيونة ديال التوابات و اللي مزيونة اكتر هو انه ما كيخلطش حيث انا اقول لكم واحد حاجة اللي دازت اللي يا دبا هدي بالنسبة اللي كريب كيبدو يخلطو كيخلطو كتمشي عند شي واحد كيعطيك تمان مزيان ديال الجملة و كل شي امين كتجي تشري من عندو كتجيب كتجبر مخلط يعني اللي كيجبد معالي ما كيجبدش فهمتي و انتينك مبتدي ارى ما يمكنش يتميز ما تقول لي شي ورا وخاتكم كتفهم كتطير خصك كل واحد تبقى تدقق فيه وش دابا انا بي ديرات عملات بيا وش دابانت هنا غاتمشي تشري عشرين تقطيعه اربعين تقطيعه وغاد تهز كلها وتبدأت في ليه رأس عيبة اذا انا ما كيجبني شي داك الغوش وداك الواحد يغوش شري من عندو واحد يعمل لي ثمن مزيان والحاجة مزيانة على ذاك شي ننصحتكم بشي خيوجي حمار علاش حيث عندو تبصح ما كيخلط شي توابت هادي اللي ما كتجبره شيف بزاف وهاد النقطة هادي ما كنت شي كان عرفه وحاجة اخرى عاو تاني ليس بقلت عملت بيا من ناحية ديالتوب كنت شريت واحد كمية تخيلوا ديالتوبة لكن للأسف اصدق داك التوب كامل تنسر بمجرد ما تنبت تنسر لي كامل بمجرد ما تخيلت مرة وانا شريت واحد مجموعة كبيرة دب نشارك معكم واحد جليبة عفوان واحد جلابة تشوفوها كيفاش طلعت كد حمق في تنبت لكن تنسرت كاملة علاش حيث داك التوب كان خرج مزور ماشي مزيان وللأسف شريته من عندو حسيد بيعو لي يعني ما كيدخلش داك الكاليتي مية في مية كيدخل عيدا وهيدا يعني ماشي مية في مية مع هيدا يعني ما تعرفش من المزيان اللي ماشي مزيان صافي وتعملت بيا بزاف بزاف لذلك قررت ان انا بقى نشري غيل حاجة عند واحد اللي معكل هيدا كلا في ناحية الجهر ولا تشي حاجة ما كنشري شي انا من عند من ماكن طبني فيكم ايامي كنت بدأت تقولي شي بحدة انا مجبرت شي المساعدة لمادية ولا معنوية ولا متنتظر المساعدة مع عند شي واحد اعتمد على راسك خدم على راسك حيث انتينا قدرة انك توصل وانتينا قدرة انك تطلع راسك براسك ما محتاج لتشي واحد يشري من عندك وما محتاج لتشي واحد يعونك لا بالحضر ولا ماديا ابغيتي الفلوس مشي اخدم مشي ضرب تمارة وخدم خدم في اي حاجة ضرب تمارة واجمع الفلوس في جيبك انا في البداية من بديت ما كان عندي اتحاجة احتل في سبوك كان راجن ديالي قليب يتعملوش بديت من والو غي هيدا هيدا كتخدم الجلاب الهادي وهديك تعرفك على هدي وهديك تعملها له هدي مين شاف واحد نهار انا كنخدم هيدا وهيدا وبدوا الناس كتدروا عليها في الفيسبوك واخا انا ما عنديش صفحة في الفيسبوك هو عمل لي اول صفحة عملالي هو في الفيسبوك جاء عندي قال لي هاك دخل الكود ودخل هاد الاسم بقي الحد الان عندي دخل الاسم ودخل كود قلي هيا انا عمتلك هذا. عملت لك الفيسبوك. صافي وعمل لي هو واحد القفطان فيها. نشر اللي عمل لي زي عمل الصورة مصغرة فيها واحد القفطان ودكشي بها انا بش بديت. صافي. وهانا دبي معكم. وفتحت قانته اليوتيوب وبديت كنعلم. وعملت انستغرام. دخلوا عندي الانستغرام. مرحبا بكم بعدها. ايو حدا تبغيت تواصل معي. دخلوا عندي الانستغرام. مرحبا بك. وبعد مرة تبقى نعمل لكم تما سؤال جواب. نبدأ نجاوبكم في سطوريات يعني في تم تم. ايو حدا سيفتات لي نجاوب في دك ساعة. يعني يكون احسن من اليوتيوب. اليوتيوب تما عارفين كان نعمل فيديوهات هيدا. ايو صافيات شي ما نقول لكم. اذا نبغيكم تخدموا على رأسكم. وتخدموا على الحياة ديالكم. وما تبقوا شي واقفين. انا قلت لكم انا بيدي بديت منواله. انا بيدي ممشي تنتعلم التنبات وما كنت كان فهمتها حاجات. علمت الطرز ديال يد منت ما بديت كان طوال راسي براسي. يعني اذا بغيت توصال خدم على راسك. وضربت امارة. اضربت امارة. اضربت امارة. اتنجح. ما ضربت امارة. ما غتنجحش. ونقول لكم واحدة اذا بغيتو. انقول لكم تالطريقة كيف اشتعملت القناة. وشنو كان. والحاجة التي دوست منهم. انو نقول لكم باش اي واحدة بغت تنجح في القناة ديالة تنجح. لكن تفكر واحدة اذا ما ضربت امارة. وخدمت على راسك. وعرقتي. راما ما توصلش. باش نشيكم صريحة. راما كينش شي حاجة هيدك سهلة. لا. كينه هيدا وهيدا. وحاجة اخرى. هاد اه اه العباية ديال موبره. وصلوني. هادو ديال موبره. هادو ديال ناس كانوا يوصلوني عليهم. او موصلوا. دا بنعملكم شاء الله فيديو ديالهم خاص ديالهم بوحديتهم. وكنشكركم بزاها لحاسة متابعة. ديال المساعد ديال يد الغزال كي عاوني يقف معي ويشبر لي عالا. يعمل معي بزاها ديال الحاجة. اشتركوا في القناة